أسلحة ومواد متفجرة تبحث عنها الشرطة البلجيكية خبأتها خلية إرهابية ألقي القبض على عناصرها على علاقة بتظيم داعش تلك الأسلحة التي يعتقد مسؤولون بلجيكيون أنها مخبأة في بيت آمن ينوي الإرهابيون استخدامها في شن هجوم على فعاليات كأس أوروبا المقامة في فرنسا حمليات دهم عدة نفذتها قوات الأمن خلال الليل على عشرات المنازل وعلى أكثر من 150 مرآبة مقفلة للسيارات في مختلف أنحاء البلاد نقل على إثرها 40 شخصا لاستجوابهم 12 منهم اعتقلوا وبعد الاستجواب أطلق صراحة 9 منهم فيما وجهت تهمتا محاولة القتل بنية الإرهاب والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية إلى ثلاثة بلجيكيين لكن وبالرغم من عمليات البحث واسعة النطاق لم يتم العثور على أي أسلحة أو متفجرات أثناء تفتيش المنازل وبحسب الشرطة البلجيكية فإن المشتبه بهم خططوا لشن هجمات ضد مشجعين يشاهدون مباريات بطولة أوروبا في بروكسل وأنهم كانوا يستهدفون على الأرجح مباراة ظهر السبت بين بلجيكا وإرلندا وكانت قد أعلنت الشرطة البلجيكية حالة من الاستنفار بعد أن تلقت تحذيرا مفاده أن مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش غادروا سوريا في الآونة الأخيرة في طريقهم لشن هجمات في بلجيكا وفرنسا هلا قنديل العربية